شكراً فخامة الرئيس تشرفوا بالوقوف أمامكم في لحظةٍ فارقةٍ من تاريخ أمتنا العربية حيث تنعكد هذه القمة في ظل ظروفٍ بالغة الدقة وتحدياتٍ غير مسبوقة فلا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية والتصدي بحزمٍ للمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدف نشر الفوضى في مجتمعاتنا والتعدي على سيادة دولنا واحتلال أراضينا وانطلاقاً من مسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي بادر البرلمان العربي بإقرار الوثيق العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات لصياغة مرحلةٍ جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها ولذلك فإننا ندعو لأن تكون قمة تونس قمةًا للتضامن العربي ومواجهة التحديات إننا نرفض وندين بأشد العبارات الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس والجولان السوري ونعتبر هذه القرارات خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لما يترتب على هذه القرارات من تقويضٍ لمشروع السلام وزعزعةٍ للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والبلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس إن البلمان العربي يقف بحزم ضد تدخلات الأجنبية في الشؤون العربية وأكثر هذه التدخلات خطورةً التدخل الإيراني فإيران تحتل الجزر الإماراتي الثلاث وتكون وتدعم الميليشيات في الدول العربية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إننا ندين هذه التدخلات السلبية والبلمان العربي يعمل على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتصدي لهذه التدخلات بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون كرامة شعوبها ويحافظ على وحدة مجتمعاتها أصحاب الجلالة والفخامة والسموم يتابع البلمان العربي بقلقٍ شديد تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد صراعات داخلية وتدخلات أجنبية ونطالب بتحرُّق عربي عاجل في تلك الدول فليس مقبولًا أن تتولَّى دول أجنبية وإقليمية تحديد مصير الدول العربية وتقاسم النفوذ فيها والعالم العربي لا يُحرِّك ساكِنًا ويدعم البلمان العربي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ونُدين استيلاء ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مؤسسات الدولة بالقوة وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة على المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ونعتبر كل ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين وندعم العراق في إعادة الإعمار المناطق المحررة ونُطالب برفع اسم السودان من قائمة الطوء الدول الراعية للإرهاب ولدينا خطة عمل ونفذها في هذا الشان أسأل الله أن يحفظ أمتنا العربية عزيزة وآمنة وشامخة وأن يوفقنا جميعًا لما فيه عزة ورفعة هذه الأمة العظيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً فخامة الرئيس شكراً لكم شكرا